هنا بقى سريعا نتطمن على حركة المرور نشوف النهاردة فين الأماكن فيها تكتلات ونبتدي زي ما احنا متعودين من صلاح سالم صلاح سالم النهاردة بدري بدأ نظهر المجموعة من التكتلات المرورية شايفين إيه لا حد ما النهاردة الخريطة يعني بالنسبة ان هو بدري لا في مساحة من طبعا الكثفات المرورية المتوسطة أسفل مطلع كبر اكتوبر فيه كثفات عالية جدا منطقة دي متعودين عليها دايما اللي هي امتدادة مصيص دايما بنلاقي فيها كثفات من منطقة العباسية بنطلع كبر اكتوبر في الاتجاهين لغاية دلوقتي لطيف كبر اكتوبر وأسفل كبر اكتوبر برضو لطيف يعني في السيولة المرورية دي حاجة لطيفة جدا بدأت تظهر بعد التكتلات كبر اكتوبر متوسطة طبعا منطقة غمرة زي ما احنا شايفين دايما بتشهد التكتلات العالية جدا اللون الأحمر هو اللي سائد لكن بعد ما بنعدي المنطقة دي وطبعا قبد المنعم رياض نبتدي مرة تانية السيولة المرورية وصولا لكورنيش ما سبيرو دايما بنشهد بعد الكثفات المرورية بنطلع 15 مايو في الاتجاهين كويس لكن طبعا منطقة التحولات النرورية شايفين كلها فيها كثفات عالية لكن بعد ما بتعديها بتلاقي طبعا الأحوال أكثر سيولة لكن بعد كده بتظهر الكثفات اللي احنا متعودين عليها أعلى الدائري وطبعا المنطقة دي دايما بنشهد فيها هذه التكتلات في هذا الوقت احنا بنتكلم في الزروة الصباحية دايما بنلاقي طبعا بالتأكيد التكتلات بتبقى أعلى من اليوم الطبيعي فعشان كده بنقول حضراتكم متجهد من الشرق الغرب أو العكس في العديد من البدال المرورية ربنا يوصل حضراتكم بالسلامة ترجمة نانسي قنقر